الحقيقة في ضوء ما عرضه السيد المحافظ يمكن ايضا احنا كجانب حكومي الحقيقة كان فيه اجتماعات متتالية ويمكن كان بناء على المتغيرات الكبيرة جدا احنا كنا قدمنا مقترح المشروع الموازنة للعام المالي القادم الجديد كان عرضناها قدام فخامة الرئيس ولكن مع المستجدات اللي تمت كانت توجهات السيد الرئيس باعطاء الاولوية القصوى للحماية الاجتماعية للمواطنين في خلال هذه الفترة من الازمة وبناء على هذا الكلام الحقيقة قامت وزارة المالية تعديل الموازنة العام القادم عشان تتيح مساحة اكبر للبعد الاجتماعي لاستعاب الاسعار المرتفعة للسلع الغذائية والاساسية ولبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني مع زيادة المرتبات والمعاشات اللي احنا الحقيقة كنا قلناها والحقيقة بناء على اجتماع فخامة الرئيس معنا فالحقيقة فقد تقرر ما يلي اولا تبكير تطبيق زيادة المرتبات اللي كانت مقررة العام المالي القادم عشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين واللي كان المفترض انها هيبدأ تطبيقها اعتبارا من واحد سبعة القادم لتبدأ من واحد اربعة الحالي يعني هنبدأ الحقيقة بدري تلات شهور وده الحقيقة بتكلفة اجمالية اضافية على موازنة الدولة هتصل الى حوالي تمانية مليار جنيه يبقى بدل مكانة الزيادة هتطبق اعتبارا من واحد سبعة لا هنبدأها اعتبارا من واحد اربعة في نفس على نفس المنوال الحقيقة وافق سيادة الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة تلاتاشر في المية على ان برضو يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من معاش شهر اول ابريل اللي هو القادم في خلال الايام القليلة القادمة بدلا برضو من ان هو كان هيتطبق اعتبارا من واحد سبعة وده برضو بتكلفة اضافية تصل الى تمانية مليار جنيه القرار التالت هو رفع حد الاعفاء الضريب الشخصي من تسعة الاف جنيه الى خمسطاشر الف جنيه ده ببساطة شديدة عشان المواطن يفهموا بقى النهاردة كان الاجمالي اللي بيبقى بيخضع لاعفاء ضريبي من دخل المواطن كان اربعة وعشرين الف جنيه في السنة بهذا القرار وصل الى تلاتين الف جنيه في السنة معنى كده ان المواطن اللي مرتبه الفين وخمسمائة جنيه في الشهر مش هيدفع اي ضرائب النهاردة وده جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الاعباء عن المواطنين القرار الرابع هو اضافة عدد ربعمية وخمسين الف اسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة وده حيبقى بتكلفة سنوية اضافية اتنين واربعة من عشرة مليار جنيه مصري الحقيقة ايضا كان توجيه فخامة الرئيس بتوفير احتياطي نقدي كبير في موازنة العام القادم حيصل الى مية وثلاثين مليار جنيه عشان الدولة المصرية تستطيع ان تستخدمه لمواجهة التدعيات والاعباء اللي متوقع انها تستمر في حالة استمرار وطول امد هذه المعركة بحيث الازمة بحيث يبقى احنا جاهزين في اي لحظة لو لقدر الله استمر امد هذه الازمة لفترة طويلة ان احنا نحاول بقدر الامكان من خلال هذا الاحتياطي نمتص الجزء الاكبر من التدعيات فيما يخص الاسعار ويبقى المواطن بتحمل فقط جزء من هذه التدعيات الحقيقة بالاضافة الى هذه التوجيهات الحقيقة الحكومة ايضا يعني اتخذت بعض الاجراءات الاخرى اللي هعلنها برضو ان حيتم علشان لتشجيع الصناعة وحركة الانتاج ان يعني حيتم تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيه مصري للسلع الاساسية والمستلزمات الانتاج حتى اخر ابريل الحالي وبعد كده هنبدأ نراجع هذا الموضوع علشان نقرر ايه اللي هنعمله في هذا الشأن وده عشان يخفف من اعباء بالذات للسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ايضا الحقيقة الدولة المصرية من خلال وزارة المالية ايضا هتتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية عشان التسهيل والتخفيف على القطاعات الصناعية فضوء ان احنا متوقعين انه هيبقى فيه تضرر ليها ودي هتبقى بتكلفة اجمالية على مدار هذه الفترة حوالي اربع مليار او اربع مليار الا ربع الحقيقة بكرة ايضا هيعرض في مجلس الوزراء الوزراء حزمة تحفيزية للبورصة المصرية الحقيقة علشان تشجع وتنعش هذا القطاع المالي المهم جدا في خلال الفترة القادمة الحقيقة ان انا عايز يعني اودي هنا في الاخر مجموعة من الرسائل المهمة جدا احنا عايزين في البداية طبعا اود ان انا اطمئن المصريين ومجتمع الاعمال المصري والمستثمرين المحليين والاجانب ان الحكومة والدولة كلها بكل قطاعاتها ملتزمة بالحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي والاستمرار في الاندباط المالي والنقدي للدولة المصرية وحنتخذ كل السياسات والقرارات اللي من شأنها انها تضمن تحقيق ذلك والحياة في ختم كلمتي ان انا حابم ان انا ااكد لكل المصريين ان احنا ان شاء الله مصر حتكون قادرة على اكتياز هذه الازمة الغير مسبوقة اللي العالم كله بيواجهها النهاردة وزي ما وفقنا ربنا سبحانه وتعالى من قبل في التعامل مع الازمات السابقة ومنها طبعا كانت جائحة كورونا احنا النهاردة الحقيقة بمتابعة يومية من القيادة السياسية للحكومة ولكل المؤسسات بنتخذ كل الخطوات اللي من شأنها ان شاء الله ان احنا نعرف ازاي ندير هذه الازمة ونتعامل معاها زي ما بقول لحضراتكم وحطين كل السيناريوهات المختلفة لهذه الازمة للتعامل معاها ولكن الاهم بالتأكيد كلنا متفقين على ان احنا محتاجين هذه الفترة تكون الاولوية القصوى لاستقرار اوضاع الاقتصاد المصري ضمان توفر كل السلع الاساسية والغزائية وعدم تأثر سوء العمل في مصر بهذه التحديات ويكون لدينا المرونة ان شاء الله في خلال هذه الفترة القادمة للتعامل مع هذه الازمة حتى تنتهي باذن الله وان شاء الله لا عايز اطمن بي المصريين ان مجرد ان هذه الازمة طالت ام قصرت هيكون لدينا برضو الخطط ازاي ان احنا سرعة التعافي وتخروج من هذه الازمة والعودة للأوضاع الاقتصادية المستقرة اللي احنا الحياة كنا عليها وان شاء الله بدعم ودعاء كل المصريين وتعاونهم كشعب وقيادة وحكومة ان شاء الله هنستمر في المضي قدما في تنمية بلدنا الحبيب مصر باذن الله وربنا يكتب لنا جميعا السلامة والتقدم والرخاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة